أنا بش أحبيت أكل معك ده أولا أنا حظي حلو بس وانا لو حبيت تتقل ينفع ولا ما كالعادة كالعادة ينفع يا فاند مرباني خلي حضرتك طب سيادة الرئيس أنا لو أزنتلي رئيس الجمهورية هو اللي وجه بالحوار الوطني ورئيس الجمهورية هو اللي وجه بتشكيل لجنة العفو الرئاسي ورئيس الجمهورية هو اللي وجه بالمؤتمر الاقتصادي فعايز رئيس الجمهورية زي ما عودنا طول الوقت وزي ما احنا دايماً آملين بل احنا واثقين في ساعة الصدر فوت أفاند أكتر من كده معلش عشان أنا عارف أن الحضرت أنا عارف أن أنا ليام عزة حبتين عند سيادتك يا يوسف أنا مش أخذ بالك هو أنا عملت حاجة خالص خالص أنا فوت ليه بقى فوت عشان الرئيس أنا مش عايز حضرتك تبقى متضايق والله العظيم أنا مش مدايق أنا بقدر الموقف وبقول يا جماعة المصار ده يخوفني أنا مش مدايق أنا خايف لا الرئيس السيسي ما بيخافش من حاجة في 2014 الرئيس قال لي كده أخبر حاف عليها بلد يا يوسف اسمع بقى بتخاف على البلد بس مش بتخاف من حاجة بس مش من حاجة طبعاً 100 مليون يا يوسف والتجربة اللي احنا مارسناها وعيشناها كانت أسيهاوي والمفروض ان احنا نعمل كلنا انها ما تكررش بلا تاني فهي الفكرة مش خوف شخصي على نفسي عارف أنا خوف على الناس اللي ربنا اللي أنا بيت مأمون عليه ومقدم ربنا الميت مليون عارفين يا فن ما أنا مش ما تكلم على انهم عارفين وانهم مش عارفين بقى خلي بالك وانت بتكلم على التلفزيون على الهوى يا يوسف أيوه شكراً لكم شكراً لكم